أهلاً وسهلاً بالأميرات وردتي الفنات لمنوري لي الحياة نتمنى أن تكونوا بخير مرحبا بكم كاملين في كدنسة مع شعر زاد هنرجعت معكم ابنتي الغزالات في قصة جديدة كيف العادة مغزيش نطول عليكم ونتخلو فيها مباشرة معكم إلهام وكيف سمات قصة سارة نوضت علي الجرح وقلت ضروري ما حتى أنا نعود قصتي أنا قصة ماشي في حالها يريدكم سارة دكشي لسارات هي يريدكم قتلي غير شوية المشاكيل وشوية السطاع منوصل لهذا المواصل اللي وصل ليهم دابا أنا قصة مغايرة واللي كان أودها لي كبقى غير شوفية كي اللي كي يطيقني وكي اللي كي يقول يلا مستحيل هادشي اللي كتقولي بالحق أنا ربي عالم بي والناس اللي داس عليهم هاد جريبة هما أكتر ناس غي يحسوا بيه ويمغام داليكم قصة في النهار اللي تلاقيت براجلي كانت في عمري واحد وعشرين عام كنت قال صغر في الدار أنا القراية ما عنديش معها بالسعف كنت خرج من الكاتر يام وكنت كندوز من حدا واحد المحل اللي راجلي كان يكون فيه كان يجيه عنتي صاحبه وهو اللي كان خدامت ما فيما كنت كندوز ما كينزلوش لعين مني وأنا ما غنشكر لكم راسي كس واحد البنت اللي زوينا بالسعف المهم اليوم على غدال يوم على غدحت النهار اللي راجلي تشجع وخرجوا بها وقال لي يبغاني لحلال وبغير رقم التليفون اللي باشي يتحرف عليه وقتكم في الأول ما بغير شعطيه له ولكن مع الوقت كنت مديته له ومن ثم مبدأت حلقتي معه بغيرت وحماقيته كان السيد اللي يمكن كنت نقلب عليه دريف والله يعمرها دار دوزنا في ذلك الحلقة مدى لي مكانش طويلة ومن المراهقة قال لي غيمشي يقصد دارهم باش يعود لهم مع ليا وفعلا مش عاد ماما وعود لها عليا وماما تمتم قاتلوا بغضنا دار مع البنت وفعلا كنت قادرت معي في التليفون ومن خلال هدرة ديالها معي يرتحت ليا ومباشرة من المراهقة قاتلي غرح الدون نهار ومشوا نخطبوها من عند وليديها جاءت لدارنا وكل شي تيسر والسيد جاء فجاء السيد قال مالين دار انا وغي انسكني معهم في دارهم ماما طبعا ما بغتش وقالت لبنتي مبغيتش كارفص وحتى الاب ديالي كان شوية ما عجبوش الحال بالحق انا كنت باغا وقالت لما نفساد دنس كان محتف في كالوتو ماشي جلابته بقوز ما كنت كان بغيره في ذلك المدة مع انا كنت دارت مع ماما كنت كسب لي انسانة درويشة والله يعمرها دار وهو قبل من هذا الشي كامل كان يقول لي انه زع ماما مغينو دلس داع لما شاكيل ماما اخي داما ما قلصه شو الدار بابا كذلك وميتال خده كل واحده شنو كيدير وهو في جميع الحالات انا مغيسكنش معهم في نفس الطبقة يعني هو طبقته بوحده بكوزينتها بوحدها بوحده وانا فاشقليه لا ملا قلي يا انا زع ما هانتي غات مشو تشوفه بعينيك حصلوا ما فيه جاو عدنا ومن مرهار دوينة العراضة وحرفيا عندما نذهب للدار ديالهم هذا الشي اللي قال الراجل هو اللي لقيت لقيت الدار ديالهم بكوزينتهم بوحدها الشيخ متفهم جدا العقوزة كسب اندرويش الله يعمرها دار عنده هو غير خطوط كورة مكانيش نهائيا اللي بنات المهم وصلت للسماء عرضوا علينا الناس كبروا بينا جيبين تريتر ماشي هما اللي بطيبين سلينا ذاك الشي صافي انا سيديك الساعة كان ايجبني وكنت باغاه الشي لو يقول لي يا غادي تنو غادي تجي وتشقي علينا كاملين غا نقول له مرحبا ما غا نقول له لا طابت لا تحرقات الحاصل هي هاتيك البنات سالا ذاك الشي جينا درنا الارز ديالنا هزني السيد مني ديال سفرت انا وياه مرمو راه غا مشي لدارهم مشيت لدارهم البنات فعلا مشيت كل لعبة ديالك تمشي لها هضراء وكتوصليك تلقي هضران يهائيا البنات وصلت لقيت بابي مسدود الي انا وراجلي العقوزة كتجي حتى اللعشية كتتحضر راسه كتطلع داره ما كتدويك ما كتكلمك الشيخته هو داخل سقراسه وخطوطهما داخل سقراسهم هي وانا عايشة انا وهادك الراجل باخير وعلىاخير عايشة مزيان انا البنات وحد الانسان اللي اصلا في طبيعتي حادقة بالساف وكنت واحد البنت اللي كتحماق على الطيعاب وعلى الشهيوات وعلى الكيكات الموهي في الول كنت حادية راجلي وحادية داري بشوية بشوية بديت كان عرف ان عائلته ما كانوش كي يطيبه ابدا كانوا عايشين بالماكنة ديال الزنقة يعني هكا كانوا عايشين وحادة راجلي كان عايش هكا كسف ما كان طيب شي حاجه يقول لي يا الراجل انا مأمرني مكلتها دي مأمر ما طيبنا هدي غير المرقة هي اللي الخرق لي 4 سنين او لم أعرض 5 سنين ما كلاهاش سافي فاش كي يقول لي هذيك الهضرة ويبقى يشكر فيها كان وجوش لحاجات كيتروليها اولا كي يعجبني الحال انه شكرني وذلك الشيء وثانيا كي زيدي حماسني ارافش كي تدري شي حاجه وشي واحد كي يشكرك كي زيد في ذلك الحماس ديالك وكي يعجبك الحال سافي بتسعة ياغل الشهيوات نطيب ونوجد ومرة مرة كنت طلع الخوته هاد شي خلق عالاقه زوينت ما بيني وما بينهم وما بيني وما بين الشيخ ولى عقوزة لم تكنش نهاييا كنت حاذب نصيق الدار نطلع السطح لصيقه نجماع داره نطرفها كانت لعدى عقوسي مكنش كان نجلس نهائيا ودار دي لنها عندهم برونا انه نجماع ونطرف وهو مكاملين ما كان غير الله يردي عليك الله يردي عليك الله يردي عليك الله يردي عليك الحاصل توص واحدة المدة كنت حملته في الحمالة ديالي لا يوجد شي واحد فيهم اللي لم يجب لي السقاطة شنو تشهيتي شنو بغيتي شي لقيت ليهم متلا بغيت شي حاجة غابرة كي تصابقوش كل غي يجيبها ليه وكنت عزيز عليهم كاملين البنات كانت على أقل زوينة تصاف فهذه المدة احنا بديس كان حلبة بليل داري بدأو هما كان عايط ليهم يجيوا كيكونوا متلا جايين في العشياء نطيب شي طويجين طيب شي حاجة ونقول له سير عايط الخوت كوجي لان فاش كان عايط ليهم كياكلوا كي يبدأو هاي بني هات شي غزال هات شي هات شي زوين واخا عقوسي كانت مأكلة كانت باش انا اعجبها الحال وكسبق عليهم ويلي مأمركم ما كليته ولكن هتا هي كانت كتاكول وطا هي كانت كي اجبها الحال المهم بقينا هكاك حتى ولاس احلاقتي مع الواسي اضحك والتريقيل وانه يدح الخوتي رجلي ما كانش عندهم مشكل احلاقتي مع عشيخي ما نقوش ليكم كان غير كي يطلع كي دقع لي الباب كيقول يا بنتي كان ما نطلعوا معنا ونبقى ديانة شفوه كيبقى يضحك يقولوا لا لا يعني يا كنعطي شي حاجة يطلعها يا كنقول له دخل دخل يا أمي كيدخل كيبقى غالس حتى كيتشمعوا ذك الشي يقسم الله كيحطوه حتى ولا داري هي هديك الخيمة يعني ما بقاتش دارهم وللي كيجي من الخدمة كيدق الباب كيدخل يعني يجي داخل عندي للدار كيدخلوا عندي يأكلوا ويشربوا ويبقوا مقصرين حتى الأشمن ما هي وقت عادي تلعق الأجوزة كان آج بها الحال لأنني هنيتها من واحد المشكل الكبير اللي كان طريليها أنا أجوزي من غير الخدمة مشي مسألة تخدامة ولا مخدامة عش أجوزي مع أجازة ما عندهاش مع عشقة ما عنده مع طياب بغا غير تحط سقيتها فمسو كتقول لك هي تقدر ما تتاكلش تقولك أنا مقدرنيش جوع غير ما خصاش طيب ما خصاش طنط الكوزينة ما خصاش طيب هدك البره الدلتي بزز باش كتطيبولو وإلا بغا تعمر براتتاي كتقول لهم نوضو تخنولي الماء نوضو ديرو نوضو فعلو أما ولاد هنظهر لي كبرو ولو هم اللي كيعمروا أعطاي يعني أقول سي كانت هكا ديرا وشيخي فاش كان كيشوفني في حالكا دائما كيشكرني دائما كيقولي الله يرضيقليك لواسي ولو كيقولي ناري غانفكرو في الزواج راجلي قاع رجلية كيبوسوا مني وكانت حالقتي معه زوينة الحاصل بقينا عايشين هكا فهذه المدة علاقتي مشي تم حقوز سليم زيانة مع عائلتا مع عائل الشيخي اللي كيجي عدناءهما متى واحد ما كان كيجي ولو كيجيوا الناس فاش كيجيوا انتها الله فيهم نكبر بيهم نطيب نحاط وريد نطلع للدار دي اللي عقوزة حيث كانت كتجيب السيدة اللي كتعاون النهار اللي كتجي السيدة لأنه كانت كنتضحك عليهم كانت طلعوا ونقول لها ديري هادي وديري هادي المهم العلاقة كانت زوينة بسار حاصل بقينا غدين هكا كولدت الولد الول من مورو هولد البنية ما كان عندي حتى شي مشكي لأقوزة اللي كان مره من راكي يسخن عليها راسها وكانت ايشي صرفات لي ما هو ماش كانت بشي عند الراشل كانت تقول له لا مرتكرة هدا صرا اه اعلى جدرتي حط هذيك الغيرة دي اللي عيالات لأنا كان كيبقى فيها الحال وكانت شوف أنا شنو كنت كانت دير معاها وهيشنو كتتدير معايا ولكن ما عمرني ما تسوقت بزاف كتكن قسافي تدبر راسها انا اصلا كتكن هرب من المشاكيل ومنصطع ومش ما نكدبش ونعيش لكم في دور الضحية قسما بالله ما كان نقصني حاجة الراجل ما شي كان مبرعني كان شي حاجة كثير من مبرعني ها هو مخرجني ها هو مسافر بيا اه ما كيخليش وعائلتهم من ذاك النوع اللي عنده ما تشيعاتي لان امو هكا كانت عيشة بحوالة عاجلها يعني راجلها كانت تقلصها كانت تقلص تنسسها تليل وديري تدي عفيد ديه وتخرجي وياه يتمشى ومشوي قهوة وتعشى وفي الصنقة يعني بالنسبة لي هم عادي انني انا نخرج أنا وراجلي الرأس في الرأس لدرجة ان فشكنت كان بغن نسافر لأقوزة كتخلي لي خلي لي يا ولدك وسيري يعني كتخلي يا سيري انتي وراجل عيشوا الحياة كمشي انا وياه الرأس في الرأس عيشة معاه متل حياة سيري تسطع لطراب دي الرجلية وانا كنت سطع لطراب دي الرجلية حاصولوا ما فيه بقي نجرين هكاك اليوم وغدال علاقة كيف مكتلكم زيانة لدرجة رح كان كيف يفرقني معاها التسع قوزي الفراش يعني فقط يعني فش كيجيهم من نحاس كيطلعوا واللي زقانة يعني كنود كنجمع داري سافي كان بدنوجت لهم كيجيهم كيدخلوه كيديرو كاسكروت يعني كيجيوا نواسيهم اللولين كيجي الراجل ندليهم كاسكروت عادي دخل الراجل نتعش ونقلسو شوية عاد سفيت فرتك المجمعي طلعوا في حالاتهم عاد كنبقاء نور الراجل الراس في الرأس الراجل عاجبو الحال عاجبه حلاقتي مع خوتو عاجبه حلاقتي وما تسمعوش هاتشي سحب لكم ذاكشي ديلت صاره الا لكشي في الاحتراب عاجبه حلاقتي مع أباه اللي غايقوا ليه وش ما تتقعوش بمصروف لا لانهو ما فشلقاوا راك اقول لكم انا يوميا كانو كي ياخدو مكلاد الصنقة مره يجيبو شواء مره يجيبو شلاده ووهكادكشي ديستاكو اللعيبات مره هاوما مشو جابو دجاجة محمراء هاوما جابو طاجين اما حتى الطاكوز ودكشي رطلع ليهم فراز مقوس ماكلاوه يعني ونوك يقلبو ودكشي لاعلاقه وانا البنات لقوا معي كان طيب من دكشي رفيع لدرجة ان الواسي بدأوا لي واشكين لشيختي انا فعلا مكانت حتى شيختي ومهم العائلات ماكينشي حاجه اللي غاقول لكم عائلتك كل شي مزوج في ذلك الوقيته و الواسي تتواحد فيهم ماكان بجدية يدوي على الزواج باغان يتزوجه حمصه من الزواج ولكن ماكانش ناصيب حصله مافي ونسمع هذا الراجل جوت الوليدات وماكدب لكم كنت عيشة مزيان ذلك شي كامل اللي كنسمع على الهضرات لا تعيشش مع عائلة الراجل وذلك شي مالقيتهاش انا هذا شي كامل اللي عشوا مع الراجل في ذلك المدة احشوا ضحكوا وناشاط لدرجة انه في كنت بعض المرات كان بغي نسافر ماكن سخاش نسافر معهم وكنت قم قنسولهم قولهم امتا اخذتش تركونجياز باش نسافرهم جموعين وكن سبحان الله دائما ماكن جمعوش ومن غير بعد المرات كانت سافر انا وراجلي هكا ويكند لاغوزة حتى فش ولدت وليداتي بجوش واخاية ما عندجت مع البز وذلك شي كامل كانت تشدهم لي كتقول لي يا سيري وماكنش كانت تخليني انني هكا في الليل هكا نبغي نخرج مع الراجلي يشدوا لي الدراري كمكونوا قالسين حتى شي خيك يخرص الراجل يقولوا خرج خرج ذلك المره عندك كيجيبوا المرهة كتعاوني في الشقة كيجيبوا واحد المرهة كتعاوني كتجي عندي نهاريين نهار الله جمع الدال فوق جمع التاحت هما يعني كانت العلاقة زوينة الصراحة حتى ذلك العقوزة مره مره كنت كتغير كما كيجيباش الحال خاصة فش كيبقوي حكي يشكروا في ذا وذلك شي ولكن رغم زيانة يعني رغم شي غنقول لكم هادي كانت العلاقة زوينة وانا ماكنش وحدة اللي كانت حاسب كنت عقوزة ما كانت صوقش مره كبيره وانا ماكنت حاسب معاهم نصبه كل شي حويش كل شي نهار اللي كانت نصبه كان نصبه كان نقول لهم شوفوا عندكم شي حاجة نزلوها ليا بغيت شو حاجة عطوها ليا علاقتي معاهم دير حال خطوم وهم دير انا هم كيعتبروني خطوم وانا كيعتبرهم خوتي لاحظوا ما فيه غادي نبقاول بناتها كاك حتى النهار اللي اخسكم غيبدا هاداكشي في حالكتئاب انا مكنش عارفة بالضبط اشنوط علي لي ولكن كنت كنحس في واحد الحجرة محتوطة ليا على قلبي مهم ما تصوقتش كنقول قادي قادي قلتها الراجل كلي سبريح لي غناخد كونشي ونسافر عنويا يمكن الضغط يمكن الملال يمكن الدراري يمكن يمكن وكنت كل نهار في هذه المدة الراجل غير يجي من الخدمة كنحطو دك الشي لقصة من الله كنخلي ليهم الدراري وكننخرج عنويا كنخرجون ونبعد كنرشع في حالاتي المهم ولا خاطري ضيق وليس على شوية كنت تقلق كل الحاجة اللي كنت كنشوفها ما كانت صوقش لها وليس كنت صوق لها مثلا شي واحد في خوتو ولا مثلا الراجل ولا الدراري وستخشي حاجة ما كانش كي يجيبني الحال وكنت كنم دا نغوض ولكن وخهاكك ما كانش حال سبراسي اشمو كنتير حتى علاقتي مع راجلي بدي سكن حسبها ماشي هي ولا كي بيلي في حال شي جن أخوتو ما بقيتش كنحملهم كنحمل للأقوضة للشيخ سافي ما كنتش عارفة معلي دو وزنا واحد الفترة اللي ما كانش طويلة الراجل على ودي غشد كونجي وغادي سافر عنوية الراس فالراس ارتاحيت ما انقضبت عليكم وقلكم ارتاحيتش بالعكس عجبني الحال وقلت سافي ممكن كنتخصني غير تسافيرة من موراها رجعت بواحد اللي نرجيلي زوين بساف سافي رجعت في حالاتي قلست انا والراجل ما كملناش هالبنات وعفاش رجعت رجعت بالضاحك والتريقين وذلك الشي وبدوش هتدير فيها قروية وواز المسخوطة كان خاصتك غير تسافري مهم ما كملش هالبنات سيمانا هاداكش رجع لي ورشع لي بساف عارفتو ووليس كان كون قلصة بالطار وسط النهار كان بقى غير نبكي ما عاجبنيش الحال وقلبي مقبوط عليها راجلي ووليت نهار على نهار كان بعد عليها علاقتي بيه في الأول فشهد بيه في الوضع والمقبوط عليها وانت مذيأت قدثة وانت بحسن شئ ما هي وكانت المستحيل كيف نتباعد لم اعرفت ما نعرف شئ ما نحن بها ولكن لا نتودعي على نوصفها وانت هنا انا محرف كيف فلعادي كنقل القنط ملل لانت تتكلم ولكن نهار يومين كنا نقوم بالطارق وقلبك يتقبط عليك وبعد المرات تتطيع الارجله في شجن وبعد المرات كنت تعطي فيك تقول لي انا مزوجة بها تزين هكا كنت يطرع ليها مهم دك الشي هكا دك الشي مبينش مبين وبين والتي تقول شوية كنت قلوا انا غاليا لدارنا انا مشي لدارنا تكن هيطلي في الول كنت يقول يا سيري ما كانش كيهتر ولكن فجدوس كنت يقول يا مالك ايشنو واقع ياكلاباز وشي واحد خسر ليك الخاطر وش مما دوات معاك واشخوتي كنت قلوا انت واحد مدهو فعلا وشي واحد مدهو معايا وشي واحد مخسر لي الخاطر وكل شي كانت حلاقتي معه زوينة انا اصلا كيف ما اكتلكم انا مزيانة مزيانة ضحكية فروجية الدحكة المشخارة اصلا ما كانش عندي شي حاجة اللي غادي يتقلق لي ما غاديش نقدة بكونت عيشة مبرعا مبرعايا البنات حلاقتي شلواسي اللي شوفني معهم في الزنقاء ميقولش عندي مرتقوهم يقول اختهم الدحكة تريقي لابوسي كان قول خارجانا وياها عايليا اللي بدأها الناحر بان ابقسة مرتقو يابسي ويوما يعني انا كعلكم يا شو فيما انا غاديش ابديش ومشكيل ابديش رجلي انا دعوني مزعوط في شو وحده مزعوطة في شي وحده يليس لعبا شوة وحده و يتأتي طبقا و يتأتي بها بإمكانك و يقول ليس كامشي لدارنا و يتأتي بالوقت لقد قالوا له مرد كمالها و يقول لها كلابات و يتأتي و هذا ما جعلت تزعم أنه يكونت كلها ولدت بواحد العام لأنه لديك في سائب بكسائب حيث يستطيع المعارضة لأنه لم يكن يتعلم لديك في سائب الوزن و قلت لهم لديك في سائب الوزن ماشيتك يدوز العاب يعني راي ماشي اكتئاب ناضه وممع كل شي قاري ووعي قالوا لي يدي مرتاقل طبيب نفسي ولوسي هو لي يدبر لي في احسن طبيب مشيت عنده البنات دار معي الحسس كيقول لي اشنو عندك كنعودلو كيقول لي واش واش كنقول لي انا راي عايبني الحال سأبا ما عنديش مشكل انا ما كنتش عارفة المشكل ناضت ماما بدت كتبخر فيها لأجوزة كتقرأ لي القرآن كنريديري صورة البقارة ديري ديري فعلا كندير كنقول لي ربما العين لأنني فعلا انك ساعة وليداتي كي حمقوا انا عارت لازشوني في الزنقة ما تقوليش اصلا والده وديما خرج انا وراجل الرأس في الرأس وليداتي ديما بشكل بغنخرج بعد المرات كنلبسهم وكان بغنخرج كنجي لعقوزة وتحتعلي ويقول يا سيري خرجي مع راجلك سيري بروفيت واشيلي كنقول ليكم مره مشي انا وليعقوزة مفاهمين كان مره مره كنود بينتن ذلك الخصان كان ولكن مع قوزة مشي قلبها بحل كان قلبها بيض لحقية يعني كتقدر تقلق تقدر مثلا تغير ولكن ضغياء كيفوتها الحال واحد منها تقدر ما تشدش لولادك ولكن في الاغلبية الصحقة كتشد لي اولاد يعني في الاغلبية الصحقة غير كتشوفني خرجي انا و الراجل كتقول يا سيري بروفيتي كنقولكم من ذلك النوع قوزة من ذلك النوع اللي تشيل لك شو يميز دون ويت شريه لك المهم بقينا هكاك كنقولوا العين اللي هادي مره تفاجأ لي هنا مشيت لدارنا هنا جيت الواسي ما بقى وشقاع كي بغيو يجيو عندي يمكن قالوا وره تقلوا علي ودك الشي علاش وليت أنا فاش كي يجيو كي يطلعوا وكان بدان بكي كنقول علاش علاش داروا لي هكا أنا شنودرت ليهم عوتيني فاش كي يجيو كان بدان بكي علاش جو عندي مهم ما كانت شعار فراسي مالي وبديس كان مرد كان مرد حصل داراجة النهار اللي راجلي ما بقيتش كان قدر نشرك معاه فرش واحد ما بقيتش كان بغيه ولا غير كي يدخل الدار كي بلي في حلش يشنه وقلبي كي تتقبط علي ما بقيتش عرفه مالي كان شرب دوايا دي الاكتئاب صافي بديس كان مرد بصحتي بذوقي هزوني دروبية عن الفقهة يقروا علي لديكش دي الرقية جاء عندي راقحتة الدار بخرية الدار ما خليت البنات ما درت ما نقوله غلعين اما مسألة السحر شكو اللي غي يسحر ليه كيف مكتلكم ما عندي عداوات عادي تكون شكي يحمق عليها هائلت الراجل كل شكي يحمق عليها الراجلي ما عنده علاقات شكو اللي غي يسحر ما كونش عارفة وبدأت الحالة دي كتتزم وليسا البنات كان نوت الشقة كان حاسب بديها فاشلين عليها ما قد ندير تشي حاجة ما قداش حياتي توقفت في الدار الدار بسكت حالبين عينيه ما عارفاش عشنو بغيت باغا عائل راجلي وفي نفس الوقت ما باغاهمش باغا نشقى ما قداش نشقى الراجل كيجيب السيدة اللي كتتعوني في الدار كتجماء وذك الشي واغلبيا ولينا عايشين كيف ما عيشا اغوسي يعني كيجيبوا الماكلة من الزنقة انا ما بقيتش قدن طيب ولادي اغوسي كانت كتجي حيات انا ولادي مولفا ماكلتي للدار اغوسي كانت كتجي طيب لهم هكا بطيطة اخيزو اه شي العيبة وهكا وتحطها لهم بشي ياكلوا مهم انا سفي اه وليس كعنياني ما كيناش كينو ما كيناش في الدار مهم دوزنا واحد الفترة ما كانش طويلة صراحة مهم فترة اللي اللي مشي بزاف حيث النهار نهار البنات اللي لا يربي فترة طويلة يعني وانا نقولكم ان الوقت اللي تقزمت يعني ما بقيتش قدن شقها وليس اعطيها غير لبك دخلت في اكتئاب عرفتوا اللي كان يشوفني كيقولي يا مالك وجهي مبقاش كيف المكان اه كسبان الكيبان في المرد في وجهي الراجل غير كي دوربية عشي مخلاش صراحة تزقال اللي قوزة زيك الدوربية اه ما خلاوش في نمشى اه هالفقهة يعني كتليكم ذاك الروقات كيجوا عندي يصل داري يديوني عندهم مشي عن طبيب نفسي ما عرفت شمالي ما عرفت ش العائلة ديالي كيقولوا مالها مالها مسكينة مالها صفي وصلت لحد المرحلة اللي تشي بلصة مهزاني راجلي ما خلافين سافر بيها ما خلافين مشى الواسي كيجي ويجي ويقول لي يا را نخرجوك يشيري وليا ما 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 عرفتش ما نقدرش نوصف ليكم ذاك الشي حين ذاك الشي فوق الخيال وكل الشي كامل اللي كان نحود ليكم راه ماشي ماشي في حال ذاك الشي اللي غايتر عليها المهم البنات بقيت هكاك اليوم وغضعت النهار بقيت نحسى في البيت بوحتي وكان صعد الحرارة كان شهر ثمانية بقي كان عقل الحرارة ونحسى بده بيس سوتيام وكالوت والراجل كان نحسى في سيجور حيث انا في هذه المرحلة را نقول لكم شي هام ما قصش راجلي وراجلي ما قصنيش وانا ويا فاصلي الفراش يعني هو كي نحسى في بلاسة وانا كان نحسى في بلاسة وراجلي شاد لي الخاطر شاد لي الخاطر الاقصى درجة والعقوزة تهية واللواس كان تقول لهم مرتك مال انا عارفة كان نقول لا اخالت كان نقول لهم واشدنى لك شئ واشابنيتي كان نقول لهم يجب عليهم من هنا يجب عليهم ان يكونوا عنهم ونرى ما يكونوا عنهم ونرى ان يكونوا عنهم ومن حسنا يجب عليهم المسألة اعتقدت الطبيب النفسي ويجب عليهم ان يكونوا امريضة ومشي مريضة مريضة يبين فيها وبنت في وجهي مشي تلك العبالي اللي كتت متال ولكتتزمر راه وجهي مرت فيه مرت حالتي ما بقدش كان ناكل تعافيت 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 أنا كنت مشي غنقول لكم الليضة كنت زوينة يعني ذاك اللعطائي اللي ذاك المراكز تكون مهبرة تعافيت تسليت سلوحدة الماكلة ما بقاتش بغت نزليه من حلقي الحاصول وما فيه بقينا هكاك حتى الليلة اللي عودت لكم كتنعسى عريانة تصعد الحرارة نعسى بوحدي في البيت ضربات نرفيقة مع الصباح باش ننوض الجيس هتاك اللي غنجمع الوقفة كالقايد ديا والبرد الجسم ديالي مقدش نحركو مالتحت رجلية تقريبا من كرشي داك شي كامل تحت كنحرك غيد ديا وراتي مقدش نتحرك جسمي تقيل 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 وفي نفس الوقت ما كنحش بيه واحد الإحساس ما عرفت شو تلك الإحساس اللي كيحسو بيه الناس اللي كيكونوا اللي كيكونوا زي ما تشلوا ما عرفت شو البنات المهم هزوني يا البنات بديت كان غوط مش هزوني عرفت وغير حسيس بهذا الإحساس ما عرفت بغطات ما عرفت راسي كان حلم ما عرف شنو طاري بديت كان غوط بحر جهدي هذا الجهد اللي كتغوتي فيه فاش كتكون فيك بغطات ولكن فاش كيكون بغطات كتغوتي وما كتسمح الصوت هذا كتسمح الصوت يعني الغوات من القلب ديا القلب كان غوط تخيلوا راجل يسمعها ما عقلش على راسه ما عرف باش شبله وقف ليه يقول لي مالك أنا كان بكي ما قداش نقول له حتى مالي نزلوا العائلة كاملة الشيخ اللواس اللقوزة كل شي نزلك يجري مالك واندينة وطافجين مالك ومالك كان كنا نقول ليهم كما قداش نهدار بس يبكي ونقصص اللواس بقاء براء يبدوما تلبس فيها معرفات شمالي قداش قول له مالك ووجد لك شي حاجة ووجدوا نقص براء همينا كتناعز براء أرى ما أعرفت شمالها أرى كتغوط المهم بدأت تهدر فيها أقول لها خالتي مقدش نحرك رجلية تقول لي 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 بنتي شك تقولي كتهز لي رجلية تقيلة 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 العجوزة شفت في الراجل الراجل شف فيها معرفوش بس شبله وما بقاجد وسمعي العجوزة ديك الساحة قتلو عطيني بيجامتها أعطيني واحد البيجامة لبساتها ليا قلت له هز مرتك هزني خرجني نيشان مشينا عنده واحد طبيب خرجنا يا البنات مشينا عندك طبيب جاب الله هذيك النهار كانت الخدمة مشينا عنده وصلنا لقيناه ما زال ما كينش عايطوا اي طوليه كانك يعرفوها اي طوليه مسكين جاك يجري قلبني هذيك الساعة قلوه هذيك الساعة قلوه هزوني مشيت لكلينك فلان فلاني يقلبوني تحاليل كاملين تونسيون دقة القلب قلبوك قلبوني يا البنات ما عندي تشي حاجة كل شي هو هذيك السابب لي خليني ان هكاك ما عرفوش ما عندي جلطة ما نطلع ليا تونسيون ما ندى لعبة والو البنات مهم ما فهمو والو انا كان بكي كان بيون نفسي يديلي مئزمة كان قلوه ما تقولوش لي انني انا صفيت شللت ما يمكنش انا بقي صغيرة ولدي داسي مازال صغار را العائلة ما كينش واحد ليساق لي الخبار وماشا را تدرب من الراس الراس بالعائلة كل شي ما فهمو والو طبا ما فهمين والو ما هارفينش اش نطرة ما كينتش حاجة والو مهم بدعوك يجربو معايا هدوه 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 صافية هاتيك المهم دوتس في الكلينيك واحد المدة من مورها خرجوني خرجت البنات في كرسي متنقل هزوني وسط للدار دخلت مفهموش مالي انا فاش دخلت للدار كسبه ليك حلا تخيلوك الناس وشチャبوك الناس كمسكة كان لديه شقاف كبالية وكبالية في حل البخار ودبابك كحلا واضع واذاك شي هكا استكلمت المشأة ما بقيتش حاملاها صافي بديت ساعد لها غلبك ما بقيتش نطرة وان باقي يا نعم بكالراجر مستحين هشكوك كيقول لي ده بلد ديتك كليناك الحم ولحناك عظم كيقول لي انا ما بقيتش بغى نبقى هنا كينا بكي كتجي ماما كيقول لي انا ما بقيتش حملة هنا ماما انا كنموت كتقول لي ماما واخك كتعيط العائلتي باش يجي ويديوني كتحبسهم العقوزة وكيحبسهم الشيخ ويحبسهم الراجل كيقول لي اهم الله مرضة عدنا غزبقى هنا يعني احنا اللي غنقابلوها احنا اللي غادي نوقفوا محاها تا واحد ما غادي هزة وتا واحد ما غادي اديها كيقول لي بزعبها هاد الهضراء اللي ما تكونش بقاو هاكا كيجرجروا في المدة دي الجهار حتى النهار اللي وليتها البنات كان ديري اديها في ادنية وكان غوت وكان ترطاق عرفتوا التحت راه جامت والفوق كان غوت وكان شرق عليها حويجي وكان قول لي اهم انا ما بقيتش حملة هادار بغيت نخرج الراجل كيقول لي واش باتتتحكى فينا عباد الله كنقول لي انا ما سوقلش مهم فشافوني هاكا وصلت لذيك المرحلة عجوزة دي واس مع ممو ما قلت لها شوفي انا شكوم وانا عرفت بنتيلي مضرورة بنتيلي واكلة لسا ماشينتوا مالي يلحتوها كيقول لسا فيها غاعة هنا بنتنا مشيت لدارنا مشيت لدارنا يوميا كتجي العجوزة والشيخ واللواس والراجل ووليداتي يوميا كيجي ويطلوا عليها وما جيب لي الروقات ها هو الراجل هزني الديني لشي سبيطار والديني عنشي طبيب يجيروا بيه وصاره حجره وعسي فش كانو كيجيو كان حسس بقلبه يتخبط عليها وفش كانوا كيبغوا يدخلوا عندي كان قولوا ماما عفاك ما يدخلوش ماما بزس منهم كانت قد دخلهم عليها وانا ما كانش كنحملهم كانوا كيقولوا يالله يمشي وكانوا بقى نبكي كانوا ما بقيتش بغى نمشي كأنني غمشي الجهنم حسولوا ما فيه بدعوا الروقات 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 واكسر يفتك المودة كانوا كيجيو دولت وصف دانت قربين شئ 20 يوم وكانت قصصة ما فهمت والوه الأخير سوف يتم كانوا الروقات اللي كيجي يقولها بنتك عندها سحر هادش مشي ديال الطبيب يعني حتى الطبيب ما بقيتش أنا مسوق عليه ولو غير الروقات الروقات سورة البقارة اقراوه اليال موهي يجري 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 سوف يتسكن شئ كيقولوا يالله يمشي وكيقولي هم الله ما بغيتش نمشي لا أريد أن نبكي في الطفل و كان في الزهام جدا و أن يرعب لحمي و كان من العلق راجلي خلال انعته لي من عملية و كان يأتي الاخير مرة لحمي و كان يخبره و كان واشتبه و كان يبكي و يدخل و يمشي ما كلين في الإنهاء يكون لديه أن يأكل جيدين بأمان و كان يرى بأن أكenty الجديد ونحن لم يكن مطيقين لأنه يسحر لي ونحن بقيت مجلوقة هكاك لمدة عام ونصف الرجل يأتي ولم يقع بلاش وليداتي كانوا يأتي ولم يكن أحملهم ولم يريد أن أتعامل معهم ولم يكن أمسكين الذين كنت أتعامل وهم كانوا يحمقوا على درجة حسنو ما فيه بقينا هكاك اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا الرجل يأتي ويمشي 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 أنا ذاك الدار ما بكيتش حاملها كتلكم غير كي يجبتوها ليا كنا بدأ نبكي وكان غوط حالتي ما هي حالة دارنا ونبكي يقولون الرجل شوف هاتش يره بزاف وفوق الخيال سافي الليعة والعونات بسلامها كي يقولون أنا منطلقه هذيك المرأة هي لي ما عمرني منطلقها أنا كنبغيها ونبقى معها كحياتي كاملة المهم بقينا هكاك سيد كي يجي قنجري ليه وسط لوحد المرحل اللي سافي كي نقولو نقولو لي هي طلقني ما بقيتش بغا سافي فاش هو ما بغاش نط قانة هزيت راسي كان بكى على دارنا وكنقوا لما بغنطلق سوف نطلق انا سوف نبقيت حملة انا هذي داعنا دير لي اغلخة ربا ولا فاش كي جراج لي كي يقولوا سوف اولدي هذيك مرتك وهذيك بنتي كي يقول لي وش انا بنتي اللي حلها لك راح ملقينا ليكم جهد الراجل كي جريبيا كانوا الواسي سفتوني اللي عمرة قالوا لها ربما سمشي لديك المقام ما نعرف شنو غير رالي انا مشيتها لديك المقام وكوشتني كريز وطحت ومرت وقالوا لي انا اللي كي مشيت امه كيكون عنده سحر اسود داخل حاصول عد رضي حالاتي مخليش ان دقل رقاط دي المغرب اللي كنتسمعه اوقان ما كنتسمعه والله متشمع انه يتعاني حاسي نقطق هو يخلف عشرين دراها مور في اللي يخلف . يعني الي قأت ما يأتيتني وسيأت عن الناس لي يتشرط او الناس لي يقولenas لni القرآنal 50タ والي يقول خده الداخل بخير مخر بيع بيفزها تقطع الفلوس كل اللي يتوسو وكل الشي مشيت عنده تشي حاجة مكينة وكل واحد وشنو كيقول وكلك يلغي بلغاه هالي كيقول يا تحروليك هالي كيقول يا ما عندك هالو هالي كيقول يا عندك نفسي طب النفسيين ما خليت حتى شي طبيب مشيت جريت جريت ما كينت تشي لعبة لحاصون وما فيه بقيت هكا كبحت النار ليمشيت رفع الدعوة عند القاضي الدعوة دي يطلق كنقول لهم أنا ما بغيت تشي حاجة من عند الدراجل راجلي كان كيجي لمحكا ما كيبكي كيقول القاضي هاد المرة رمه عرفت شمالها راه بغاني وانا عارفة كتبغيني راه غير سحري لها كيقوله القاضي زعم ما عش غن دير أنا كيبكي كنقول القاضي أنا بغان تطلق لدرجة سفاش كنكيدخل ما كانش كقتر حتى نشوفيه بقوة البكال لي كان بكي بقيت هكاك حتى النهار اللي اطلقت نهار اللي اطلقت وخرش من المحكامة كان بكين 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 كتشوفي يا ماما كنت أقول لها ماما انا بغى راجلي كنت تقول لي وشي بغى تستينا بابا كي شوفيه ما فهمواله تخيلوا وقفوني في طمويل عيطولي قالوا لي اجي راه مرتك اشنو كتقول اشنو كتقول لها راجلي كتنخص اقول سيكت بكي سافيتما عارفوا الجهد ماشي جهدي ودكشي فوق من الخيال المهم كل شي كيتباكر راجل قال يوم انا دابة انا رد مرتي تخيلوا غير جاي حادي فيا كان غوت وكان بكي كنت أقولوا ما بغىه كنت أقول لي بحل شي جن نبكي 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 بابا بقى عيك يشوف سافي ماما قادل يسمح لي ناسير الراجل مشاكي بكي هزولي دارنا جيت للطارق نبكي 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 زي اتمرتت لها البنات و تأزمت كان نود كان نبكي ونغووتهم ونقول لهم بغيت ولادي كي يجونا دي كان قولهم يمشي وما بقيتش بغيتهم الراجل عيطلو في التلفون في صصة اللين ونبكي نقولوا توحشك واحد الحالة عيشة فيها راه ربي اللي يعلم بيها راه نعود لكم حتى نعيه ما نقدرش نوصل لكم دكش اللي كنت عيشة فيه من غير اني نيكن بغيتهم عائلة ما محاملة فاتة واحد واحد الحالة المهم بقينا عيشين هكاك مرة نهدر مع الراجل مرة نقطع حليه الراجل دار جميع المحاولات بشي ردني ما يمكنش مستحيل المهم بقينا جارين هكاك اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا حتى النهار اللي دازلت لاقي بهادك السيدة 4 سنين السيد مل بغحت هو بداحيته من جديد لانا كنقول لكم 4 سنين وراه تقريبا انا وياه في المشاكين واحد العامين يا را 6 سنين هائلته بدأوا عليه تزواج هو تهو بغيت تزواج بعد قبل ما يتزواج عيت ليه في التلفون يقول ليه شوفها الهام انا بغيك الهام فكري انا را تزواج انا بغيك انا بغيك انا بغيك انا طلب ما تزواج و عائلته و اخوته اكلم اربي لي اليوم اظلم مرة فعلا المهم ونصفها لكم كيفاش دايره المهمية هاتيك بقيتها كاك كانت تزوج بالمرة كانت تتعجبني الحال ولكن في نفس الوقت كارها كانت تتعجبني وكيف يقولي انا عمرني مقدر تنساك انا عرفش اشي اللي بيشنا هو انا كي تعجبني الحال وفي نفس الوقت كارها ومعاجبنيش ما عرفش تكلي حساس كيفاش غادي نقول لكم لحاصولي الراجل دار حياته وتزوج ودوز مدة ورد وليدات واحدين غرين وانا باقي فلاسي ما عرفش مالي وليداتي لحد الساعة ما قداش نشوفهم داري ما قداش نشوفها الراجلي كي يعجبني انا ما قداش نقول لكم طاليقيا لانا بالنسبة لي باقي راجلي الراجلي باغع وفي نفس الوقت ما باغعش باغع فاش كيكون بايد كانت وحشو كعيد لي كان سمع صوته والحميك يتبورش عليها ولكن غير كان زيد معه شوش كلمات قلبي كي نفر منو كنحس بيه بحشي جن ما كنحملش فيه الشعرة ما حاملاش داري نهائيا اللي غد قولي بدلي الدار حاوالنا نبدلو الدار جميع الطرق اللي تخيلوا ليكم اننا نديروهم درناهم هزني الراجل سفرت انا وياه قطعنا البحر كي بو قطع البحار يتحيي الساحر ما خلينا ما درنا ما خلينا ما درنا ما عرفش تكشي اشنا هو را ما عرفناش را فاش كان مشيو عند الروقات الى يوم الى الان كل واحد واشنو كي يقول اللي كي قولي يا احقا محقا راها راها عندك سحر اللي كي قولي يا را عندك عين اللي كي قولي يا را انت اصلا مريضة نفسية كمشي عند طبا نفسين تخيلوا طبيب نفسي كي قولي ما عندك تشي حاجة عندك والو اه عندك اكتئاب ولكن ما غاي وصلكش لهاد الحالة عائلت الراجل وعائلتي فشافوا هادشي كامل اللي كان عود ليكم عارفوا انني انا فعلا مريضة ماشي مسألة ديال لانا واحدة كتكون ما كتقدرش تمشها حتى كتبليك تمشها اه بسام ذيال الامور انا را عودت لكم غير شوية ارادك شيني دازلية راها بزاف وباقي كي دازلية لحد الساعة اللي كانوا يبعاكم تخيلوا انا راجلي بعد المرات كان هادر معاه كان هادر معاه وباغاه غير كي وصل معايا المسألة ديال غنت لغمرتي وغنجين تزوج بيك ولا تعفيا انا غنجين تزوج بيك كان بلوكيه ما عرفتش البنات ما عرفتش ما نقدرش نصف ليكم كيفاش انا ولادي من اللحمي ودمي كان توحشهم كان عيط له كان قولوا توحش ولادي كي يجيبهم كان قولوا ما بقتش باغا نشوفهم كان صدق لي البيت ولا بعد المرات كان خرج عندهم وكان شوف فيهم وبعد المرات كيفوتني الحال كي يجي ولادي اه في الول باغاه هم لعننا قنبوس كان دوزل بنات ساعة المقنة كان بدان غوث كان عيط الماما قولوا كلهم يمشيوا عليها ومدرخ الصرف الهضرة وانا منشي طبيعتي هكا وكانت عيط لباهم وكي يجي ولادي كيشوف فيه لدرجة ولادي ما حاملينيش الراجل باقي لحد الساعة كيقولي انا باغيك وشاريك انا باغيك عائلة الراجل كي عيطوا عليها كيسولوا فيها الراجل باقي لحد الساعة اللي كان دي معاكم فيها كيصرف عليها وخبابا ما كيبغيش كيقوله الراجل هدي رهمة ولادي ومرضات عندي كيقولي انا كو كان زعمة غير مرضى عادي انا نهزة حتنها لديمون الامرة امانتوا قالي هو لكن هي انا ما حملانيش حيث انا مكنتش حامله مكنتش باغيه مكنتش حامله وباقي لحد الساعة هدي قدر كنكرهها هو كنقوليكم بحد المرات بقوة ما كان توحشو كان عيط له كان هدر معاه انا ما ما عرفتش هالبنات ما عرفتش اللي غز قوليها المطرق هي ذاك شي كامل اللي غز قولوه راه كله درناح انا ما خلينا تشي حاجة اللي ما درناحه انا ما خليتش كان هالزربيتي وانت لبسي دربي كان ما كنخلي ما كان دير انا كنصلي ماشيز عمان قوليكم هاد شي حبسني على صلة وخفش كانت تأزم ما كان مقاش قد اصلا ما كان مقاش عاقله وده بحان ينبضرنا بعد المرات كانت تأزم غير ما عمرني موصلت لهذه المرحلة لانني نتواطم على الارض ومن بقاش نتحرك ما كان وصلش ليها هنا في دارناك يدق عليها نفسي كان كراه راسي كان طج كان بغير نخرج ودارنا شاد دين معي الهبال معنا اخوتي كامل مزوجين بغير انا عندهم ابابة يهزوني ويحوصوا بي يوم يخلوا فيني يديوني ورديني البال خايفيني شنهار انتج لهم تخيلوا ببك ينعس كي يسد الباب الساروت لانه خايف خايف لشنهار انتج خايف لشنهار نخرج من حقلش خايف لشنهار نلوح ويجيب الزنقة هاتشي اللي طاري لي انا اليوم اجيت نقود لكم قصي باش نقول لكم اردو بالكم اردو بالكم بزاف انا يمكن انا بزاف كي يقولي فتفردت في راسك في المرحلة اللي كانت كمشي عن طبال نفسيين في الاول حيث انا في الاول بداني غيب تجان حيث اوصلت لهات المرحلة واش انا تخطيت شي حاجة حيث صعيب باش نقول لكم ديورة لي والله اعلم واش العين شي اي اللقاص حاجة تتفية ما عرفت شاربنات ما عرفت شنو طاري لي انا اليوم اجيت نعود لكم قصي باش نقول حس بي الله ونقمن واكل في اللي كان حيلا وسباب وبغيت نفس الوقت انكم ادعا وماحيا نغزلات ديالي هنا سلات قصتنا ما تنسوش طبعا تخليوا الاراء وتعلاق ديالكم من صاحبات القصة وما تنسوش من تعلاق وزوينة ديالكم اهنا ما بقاليه الا ونقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم كات معكم شهرة ذات اشتركوا في القناة